عاملين ايه يا جماعة ربوا تكونوا بألف خير من كم يوم فاتوا في حاجة حصلت بس فيه ناس ماهتمتش بيها قوي ممكن فيه ناس شايفة ان اللي حصل ده حاجة تفهة وعادية بس اللي انا شايفه ده حاجة خطيرة جدا وتطور ما كانش حد يتخيله ايه بقى اللي حصل بصوا معي بصوا يا جماعة من قيمة كم يوم نزلت الاغنية دي استاني شوف لكم تاريخ الفيديو امتى اهو من 3 اسابيع تمام اهو من 3 اسابيع من 3 اسابيع نزلت الاغنية دي تمام الاغنية دي يا جماعة اغنية معمولة بالزكاء الصناعي او الاصطناعي لعمر دياب يعني اصلا عمر دياب مش بيغني الاغنية دي لكن صوته وطريقته هو عمر دياب فعلا الشاب ده عملها انا معاش تقريبا اسمه مازن او ماز عمل بصمة صوت زي بصمة صوت عمر دياب بالزبط انا كان نفسه شغل لكم الفيديو ده وسماع لكم الاغنية بس اكيد يعني ايه انتوا سمعتواها واخف انها ايه ممكن تكون عليها حقوق ملكية او كده تعمل لنا ايه مشكلة في الفيديو بتاعنا اللي انا عايز اقولهلكو ايه هل تتخيلوا ان الزكاء الاصطناعي عمل بصمة صوت لمطرب مشهور يعني تخيل مثلا تامر حسني لقى واحد صاحبه بيقوله ايه مبروك على الاغنية الجديدة فتامر يقوله ايه ده اغنية ايه انا معملتش اي اغنية فيفتح له اليوتيوب ويقوله الاغنية دي اللي انت مغنيها بصوته ويتفاجئ تامر ان فيه اغنية جديدة نزلت بصوته بس مش هو اللي غنيها يعني اقول مثلا الشاب اللي هو عمل اغنية لعمر دياب ده قول ده معروف هو مين يعني تمام وعملها يعني ممكن بطريقة حب او كده مفيش مشاكل بينه وما بين عمر دياب او مفيش مثلا ايه اي مشاكل قضائية او كده هتبقى الموضوع حبي لكن بعد كده هيبقى فيه ناس هيستغلوا الموضوع ده بعد كده فيه ناس هيعملوا اغاني جديدة للمطريبين مشهورين من غير ما ياخدوا اذنهم يعني تخيل اللي هيعمل اغنية لتامر حسني ده ونزلها على اليوتيوب وقال احدث اغنية لتامر حسني 2023 انت متخيل كمية المشاهدات اللي هتيجي للاغنية دي وهتبقى فعلا اغنية جديدة وبصوت تامر حسني وكلمات جديدة وهيبقى فيها ملايين المشاهدات والشخص ده هيكسب فلوس من الهواء وعقبل بقى متامر يعمل مشكلة مع الراجل ده وحقوق ملكية ومش حقوق ملكية كون الفيديو عمل ملايين المشاهدات ودخل لصاحبه الافات الدولارات الفترة اللي جاية دي يا جماعة هتشوفوا اغاني بالزكاة الاصطناعي المطريبين ما عملوهاش ابدا اللي هم المطريبين المشهورين تعالوا قريكوا دلوقت الدنيا وصلت لإيه والله انا مش مصدق نفسي من اللي بشوفه ده بصوا يا جماعة دي اغنية اغنية المطرب مهرجانات اسمه تقريبا عصام الصاصة على ما اعتقد تمام المهم الاغنية معمولة على صوت عبد الحليم حافظ تعالوا اوريك حاجة تانية بصوا يا جماعة الفيديو ده ده فيديو ده اغنية لحسن شاكوش على ما اعتقد بصوت عبد الحليم حافظ قنوات كتير على اليوتيوب بقى التنزل للحاجات دي او بص يا سيدي مهرجان مهرجان كله سابني بقيت لوحدة لعصام الصاصة بصوت عبد الحليم حافظ قنوات كتير بالهبل بقى التنزل الأغاني دي بص يا سيدي أغنية جرح تاني بتاعت شيرين تمام؟ عملنها بصوت مكلسوم أي بواسطة الزكاة اللي هي الاصطناعي بصوا كم مشاهدة؟ 40 ألف مشاهدة فبدأت تنزل فيديوهات كتير على اليوتيوب لمطربين ماتوا من زمان ياخدوا بصمة صوتهم ويركبوها مثلا على مطربين مهرجانات يتخيل مطربين الطرب الأصيل بقى يغنوا مهرجانات وقنوات كتير على اليوتيوب بقى التنزل أغاني بصوت مغنين تانين يعني مثلا يجيب لك أغنية لشرين بصوت نانسي عجرم دلوقت الزكاة الاصطناعية بقى يعمل نفس بصمة الصوت للشخص الحقيقي ويركبها على أي صوت شخص تاني أنا متهيق لي خلاص دلوقت المغنين دول هيعودوا في بيوتهم يعني تخيل دلوقت مغني مشهور علشان يعمل أغنية بتكلفه قد إيه؟ بيبقى عايز مؤلف وملحن وموزع وستوديو يغني فيه وكل دي مصاريف وفلوس فتخيل ممكن واحد يعمل كل ده بلابتوب قاعد بيه تحت السرير ومعاكوا بباية الشاي كده تك 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 عمل أغنية جديدة للمغني مشهور مثلا أنا عايز أقول لكم حاجة كمان يا جماعة الزكاة اللي اصطناع دلوقتي بقى يصغر عمر الناس في سلسلة أفلام اسمها انديانا جونز أنا من زمان جدا بحب سلسلة الأفلام دي اللي هي البطل بتاع هاريسون فورد استغربت لما السلسلة دي نزل منها تقريبا الجزء الخامس أنا لسه شايفه من قيمة كاميون قعدت أقول يا ربي ده هاريسون فورد ده ده عجوز جدا كبير جدا هيعمل جزء خامس من السلسلة دي ازاي والسلسلة دي كان زمان هو بيمثلها أكشن تخيلوا أن أنا لما دخلت السينما وشفت الفيلم ده جايبين هاريسون فورد وعمره صغير شاب بيدرب وبيعمل أكشن وحركاته ومش عارف إيه وهو صغير جايبينه بنفس صوته وصورته في الفيلم وهو عمره صغير يعني بعد كده خلاص الممثلين مش هيموتوا مش هصد هيموتوا في العالم الحقيقي لا في العالم الافتراضي أنت دلوقتي في العالم الافتراضي هتشوف مغنيين وممثلين عايشين مدى الحياة خلاص يا جماعة الزكاة الاصطناعة دلوقتي هيورس بصمة الصوت لأجيال قدام وهتطلع في المستقبل القريب أغاني جديدة ومشهورة بصوت مطريبين فاتوا أو مطريبين ماتوا من زمان والممثلين بتوع زمان اللي ماتوا هتشوفوهم بيعملوا أفلام جديدة تاني إيه ده يعني إحنا ممكن نشوف فيلم جديد لإسماعيل ياسين آه هنشوف فيلم جديد لإسماعيل ياسين بنفسه صوته وحركاته وشكله وكل حاجة وكل حاجة أيوا هتشوف كده فعلا إيه ده يعني إحنا ممكن نشوف مثلا المليجي وفريد شوقي بضرابه بعض زي زمان في أفلام جديدة وفي المستقبل بقى ومسكين موبايلات وكده ومش عارف ايه هتشوف الكلام ده يا جماعة الزكاة الاصطناعة ده أخطر حاجة عملت في العصر الحديث انت تخيل بعد كده في الحفلات مش هتحتاج تجيب مطرب مشهور لأن في حاجة دلوقتي بيطوروها اللي هي اسمها تقنية الهولوجرام أنا معرفش نطاقة اسمها صحة ولا غلط بس التقنية دي انت بتشوف الشخص قدامك على الحقيقة بتشوفه مجسم بس هو مش موجود أصلا انت بتشوف الشبح بتاعه حاجة كده عامل زي الايه زي البروجيكتور بس مش على الحيطة بتشوف شخص قدامك مجسم في الهواء وفي حفلات على فكرة عملت بالتقنية دي عملوها المايكل جاكسون وعملوها الأمو كالسوم فانت مثلا لو عندك فرح وعايز تجيب مطرب مشهور مش هتحتاج بقى تدفعله ملايين هتجيبه لحد عندك في البيت وتشغل الهولوجرام ده بالزكاء الاصطناعي والمعزيم هيتفرجه وينبسطه وهيغني وهيبقى قدامهم المطرب وهيتفعل معاهم وهيتفعله معاه الدنيا بازت يا جماعة خالص بازت بازت خالص الزكاء الاصطناعي ده هيقعد ناس في البيت وناس تانية منه هتحقق ملايين والناس اللي بتقولك ده مش عارف ده هيلغي وظيفة البشر ده حقيق ده حقيق الزكاء الاصطناعي شوية شوية بيلغي وظيفة البشر وفي الوقت الحالي عمال يقلل العمالة والبنى قدمين شوية شوية انت تعرف دلوقتي في دول عربية التكوسة فيها بقت من غير سواء ابتدت الخدمة دي تتطبق فعلا في بعض الدول العربية تقريبا منها الامارات والسعودية ان انت تطلب عربية اوبر تلاقي العربية جايلك من غير سواء وهي اللي بتسوق نفسها وتمشي بيك عادي وسط العربيات والطريق وتقف في الاشارة الوحدة من غير اي سواء فتخيل شركات الاجرة دي وفارت عمالة سواءين قد ايه انت تعرف في المستقبل بعد كده هيبقى فيه مصانع من غير عمال مصانع كلها تبقى بالروبوتات المصنع اللي بيحتاج الف عامل علشان يشغلوه هيحتاج عشرة بس يا دقبك هم عشرة او خمسة اللي هيشرفوا عليه خلاص يا جماعة الاموات هيرجعوا تاني للحياة يعني هتديك مثال انت عارفين النضارة اللي هي بتاعت قابل اللي نازلة جديد دي انت تعرف بعد كده ان هتنزل برامج ان انت النضارة دي لما هتلبسها وانت في بيتك ممكن تشوف في البيت ده حد معاك يعني مثلا ممكن يكون والدك اللي توفى من سنين لو انت والدك ده معاك فيديوهات ايه فيديوهات وصور وحاجات كده ممكن شركة هتعمل لك والدك ده ان انت تشوفه عن طريق نضارة قابل دي معاك في البيت ويتكلم معاك بنفسه صوته ويتفاعل معاك بنفس الصوته وطريقته لا دا انت كمان بقى مش شرط يبقى والدك معاك في البيت دا انت ممكن مثلا ايه ممكن عايز لعب مشهور ايه بقى عايز ميسي يبقى معاك في البيت يقعد يتكلم معاك ويقعد معاك على الترابيزة والحاجات دي ويأكل معاك ويهزر معاك كل ده هتشوفوه في المستقبل المستقبل ايه ده في خلال ايام قليلة وفيه بقى اللي يقولك لا يا عم انا عايز معايا في البيت شاكيرة بقى اه شكل انا بشجعكو على الفساد ربنا يسمحنا تخيلوا برضو ان الزكاة الاصطناعي ده ممكن يعمل اعلانات لناس مشاهير هما ما عملوهاش يعني مثلا شركة شاي ومحاسن مثلا عايزة ايه تعلن عن الشاي بتاعها هتنزله السوق تمام فراحت لمغني او مطرب مشهور او ممثل مشهور وقالت له عايزينك تعمل اعلان عن الشاي بتاعنا فالمغني ده او المطرب ده او الفنان ده ايا كان هو ايه قال لهم ايه والله يا جماعة انا هعمل لكم الاعلان ده بس هاخد فيه مثلا مليون جنيه فالشركة تقوله لا متشكرين مش عايزينك فيروحوا الواحد متخصص في الزكاة الاصطناعي ويقولوله احنا عايزينك المغني او الممثل المشهور ده يعمل اعلان للمنتج بتاعنا وتبص تلاقي الاعلان ده انتشر على الميديا بقى المغني المشهور ده او الممثل ده مسك علبة الشاب بتاع تمو حسن يقولهم يا جماعة الشاي ده احسن شاي في العالم انا شربت منه زي الفل ومية مية ومش عارف ايه فييجي الشخص المشهور ده يرفع قضية على الشركة بتاعت الشاي ده يقولوله والله مش احنا اللي عملنا الاعلان ده احنا ما نعرفش ده ما احنا مش مسؤولين عنه ما هو عادي اللي هيرفعه للنت هيرفعه من انهي بلد في العالم فتخيل ان انت عملت دعاية لأي منتج باستخدام اي مشهور في العالم فالفترة الجاية يا جماعة الدنيا هتبوص خالص مش هتعرفوا فين الحقيقة من الفيه وفيه ناس كتير بسبب الزكاء الاصطناعي ده هتفقد وظيفتها وفيه ناس كتير هتحقق منه مش عارف اقول لكم ايه دهب الماظ يعني انا مش متخيل الارقام اللي هيكسبوها فلو انت عايز تطور من نفسك اتعلم الزكاء الاصطناعي من دلوقتي لان خلاص هو ده المستقبل واستحالة اي حد هيوقف التقنية دي انتو تعرفوا دلوقتي ان فيه قنوات اخبارية مشهورة تقلل حجم المزيعين عندهم وبقى يطلعوا عندهم في القنوات مزيعين ومزيعات يقولوا النشرة بالزكاء الاصطناعي يعني انت بعد كده المزيع او المزيع اللي انت هتشوفه في النشرة ده هو مش حقيقه هو مش شخصة حقيقه فتخيل القنوات الاغبارية دي هتوفر عمالة قد ايه وهتوفر مرتبات مزيعين قد ايه فالعالم اللي احنا داخلين عليه دلوقتي بقى خلاص يقلل الاعتماد على البشر شوية شوية احنا دلوقتي داخلين على العالم شغال بالزكاء الاصطناعي والروبوتات انتو تعرفوا هنا في الامارات فيه فروع لكرفور من غير عمالة فيه متاجر هنا في الامارات تبع كرفور هي مش متاجر كبيرة صغيرة شغالة من غير عمالة انت بتخش المتجر لوحدك وتاخد البضاعة اللي انت عايزة وتطلع تحاسد بالفيزا سلام عليك ما فيش في المتجر ولا بني ادم واستحالة على فكرة انك تسرق حاجة كله مترقب بالكاميرات من فوق شان لو حبيت يعني تعمل نفسك ناصح فالفترة اللي جاية هيبقى فيه متاجر وفيه مطاعم ما فيش عمالة ولا موظفين هيبقى كله بالزكاء الاصطناعي والروبوتات والآلات وخلاص يا جماعة مش هيبقى فيه حاجة اسمها حقوق الملكية الفكرية انا متهيالي شركات الحقوق الملكية الفكرية دي هتتعب كتير او في المحاكم الفترة اللي جاية دلوقتي انت لو عايز تألف اي اغنية او تألف اي رواية بتعملها بالزكاء الاصطناعي يا جماعة دلوقتي بقى فيه قنوات بتقدم قصص رعب معمولة بالزكاء الاصطناعي بقى فيه ناس يدخلوا مثلا على موقع اللي هو زي اللي هو شات جي بي تي فيه بقى شات جي بي تي فور ده احدث من شات جي بي تي سري ده ممكن يقلف لك قصص وروايات بالزكاء الاصطناعي وتاخد النص بتاع الرواية دي مكتوب وتحوله لصوت لصوت اي حد ممكن يحكيها يعني بعد كده انا متخيل ان فيه ناس هياخدوا بصمة صوتي ويطلعوا عليها قصص رعب فالصراحة انا مش عارف موضوع الزكاء الاصطناعي ده هيوصل لايه الموضوع خلاص فلت عامل زي ايه حد ركب الزحلقة ونزل بيها واستحال حد هيوقف فانا عايزكم كده تتخيلوا معايا ممكن الزكاء الاصطناعي ده يوصل لايه في المستقبل اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات تحت الفيديو وقل لي كده لو انت عندك التقنية دي ممكن تعمل بيها ايه لان الموضوع ده يا جماعة مهم جدا بالنسبة لي الموضوع ده مهم جدا بالنسبة لي ومفروض يبقى مهم لكم وانتو كلكم لانه هو ده المستقبل فاقولولي بقى في الكومنتات انتو متوقعين ان الايه اي ده ممكن يوصل لايه ماشي يلا استني الردود بتاعتكم سلام ترجمة نانسي قنقر